وإحنا بناخد خطوات هامة جداً لبناء بلد فعشان نبني البلد مش عايزين نرقص نفسنا إحنا في صمت انتخاب يبقى مش عارف أتكلم كلام ليه دعوة؟ بالانتخابات ولكن إلا أتمنى إن الشعب ينزل ده اللي أنا عايز أقوله قبل ما بتدي أتكلم في الوسط الفني من الحاجات الهايفة تمام؟ وتحدى اللي بيقول هيفة مش هيفة اللي بتغني بتاعة لبنان اللي بيقول على الحاجات دي ما بيعرفش يغير القناة وأنا شغال أو الأرقام الكبيرة 700 ألف المقاطع بتاعة الوسط الفني في أسبوع وإسبوعين وثلاثة 500 ألف فاللي دخل ده وآخر حاجة أفكر فيها الشتيمة لأن أنا عملت تجربة غريبة قوي دخلت على اليوتيوب فأقولت أشوف حتى يعني الناس اللي بتتكلم في الدعوة يعني في الدين لقتهم مشتمين فأنا عايز الكبير اللي عايز يشتم يشتم ولي عايز يفرج تفرج وكده بس هتتفرجوا استعالنا على الشعب الله ونحاول نجري بسرعة قبل ما الستوديو ده شايفين برضو الحكاية النهاردة ماشي إزاي؟ ده فيه فرقة وفيه عب سلام وعمل مفاجأة لعب سلام وجهان عاملة مفاجأة لجمهور الوسط الفني بتقولي نجمة عربية منورانا النهاردة قلت لها عربية يعني إيه؟ ما برضو تعلمت مني السهوكة وبدأت إيه؟ ما تتديليش معلومة عبدالله السعيد ملك وماله على الهوى على الهوى حاجات كده ماشي خلينا نقول استعالنا على الشعب اللون يبتدي يقل معانا عن مواقع الوطن العربي وخبر إيقاف برنامج الوسط الفني لمدة أسبوعين لما بدر من تجاوزات أخلاقية بقرألكم بالضبط اللي تقال أنا مقتنع ولا لا؟ التحقيقات الناس سمعتني شافت وجهة نظري إن هذا هذه الفقرة تحديداً ولمت طلقته قطعة قماش لرداء كانت لفساجة هان قمري في فيلم هي الحشو اللي كانت جواه بس لكن ناخد بالنا ليه لا؟ ناخد بالنا المرة الجاية إن احنا ما نجيبش الحاجة اللي بره الحشو اللي ممكن تزعل حد مننا مش عايزين حد يزعل ويهمنا المجتمع والأسرة العربية ما نخدشش أكيد حقيقها يعني